اشتركوا في القناة اللي هو نون بايناري رلاشن انتو بايناري رلاشن كان صلاة المرة الماضية انه يقول برد نون بايناري رلاشن حد شاف الموضوع تعطيكم انه شوفوا الامترا ونحن بايناري نعم احيان وهنا احيان نعم احيان تحبصه بغلد يعطيك القلم وتشتغل احيان نعم طيب طيب خلص إذا كنت شباب أنتو مثلا يمكنك أن تكونου مثالين عندي لكن كل طلاب يعملون طيب المنتج لأنه هذا المنتج يعني اللي يعتبرون أحيانات ما بيحكين عن أحيان ما بيحكين عن أحيان في محاضراتكو بس امتحانات عارفين ان اسبوع تسعة راح تجي معنا حكيت عن امتحان؟ امتحانات عارفين ان اسبوع تسعة بس اكيد شفت الجدول صح؟ امتحان حسب ما اذكر اذا تأجل اثناء ما يتأجل شوي تأجل اسبوع تأجل امتحان الناس بدلا ما كانت اسبوع حسب 7 تأجل اثنتان تأجلون 10-11 كده شف امتحانا احنا المادت نهدي حسنا؟ الاوكي هم المادة اللي داخل معنا للاسبوع القادم يعني المادة السبوع القادم ستكون داخله في المب المادة السبوع الثامن ايست قد اثنت ان اسبوع الثامن متكين 10-11 نحن نسى الاسبوع السابس الأسبوع السابع و الأسبوع القادم المادة التي نأخذها ستكون داخلها في امتحان المد الأسبوع الثامن سنأخذ محاضرة عادية لكن لا ستكون داخلها في امتحان المد معنا زاد الشابتر لا نعم نعم الأسبوع السابع حتى تكون السلمات ستكون مادة داخلها لأسبوع السابع فهو الأسبوع القادم الأسبوع السابع لكن الحلو في الموضوع أن ستأخذ المادة الأسبوع القادم والذي داخل الامتحان ستكون معك وقت كافي أنك تتراجع فإدعوهم من الآن راجعون و الأسبوع الثامن إن شاء الله بعد أسبوع القادم يتكلم أكثر على الامتحان والذي داخل الامتحان و إن شاء الله الأسبوع الثامن نعمل على المادة حتى تتجاهز قبل الامتحان دعوكم معي بس دقائق حسنا 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 نتكلم عن الامتحان نعمل على الموضوع حسنا دعونا نأخذ مثالا على المادة الماضية حسنا إذا تذكروا كان عندنا يعني معطينا مثال يعني كان عندنا كان عندنا كان عندنا و كان عندنا و كان عندنا و كان عندنا علاقة ما بين الثلاثة نوسميه ر وحكينا انه هذي ternary relationship يعني هذي العلاقة هي non binary في المثال كان انه convert this to binary فالمثال عطينا يعني طيب خليشوه المثال حكيت التالي حكي نوى invent وcreate an entity وسميها للتمية نسميها e ونربط كل العناصر فيها نربط كل العناصر هذي a هذي b وهذي c اصلحت الان اصبح عندي binary relationship ليش binary لين عندي هون اثنين اثنين فاصبحت binary relationship ايش الحكي هذا الحكي انه لو كان عندي على سبيل المثال هنا العلاقة ما بين a و b هي خلي سميها a b اوah اخي اخي دقيقة اخي دقيقة اخي سمي هذي attribute�� a هنا attribute b هنا attribute c small a small b small كيف الان العلاقة لو كان a و b متشابهات او فيهم علاقة بنخل sequenceوا مع بعض هنا a b لو كان عندي العلاقة ما بين b و c Corporation لو كان عندي الآن A و C متشابهة نخلي A و C نخليها في العلاقات يعني نخصر عندي A B B C A C كيف ننقل هذه المعطيات إلى binary relationship ننقلها كالتالي كل المعطيات اللي كانت موجودة في ال relation نخليها هنا فصار عندي A B A C و B C صحيح؟ طيب A B راح يلتقه هنا A B راح يلتقه هنا A C بالمقابل راح يلتقه هنا و A B و عفوا B C راح يلتقه هنا اوكي؟ فصار عندنا مثلما قولت مثلما قぇault وعندما قسمناها بذل ما كانت كلها موجودة عندي في ون ريشن تنري أصبح عندي علاقات كنائية طيب ما شاء الله ما شاء صلال وعلى مستعليم في الموضوع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خلينا الآن خلي لو خذنا بال يعني في المحاضر الواضي خذنا العلاقة التالية خلينا نأخذ علاقة التالية project تكثروا لنعدنا علاقة project مع instructor مع student وكان عدنا علاقة هنا عكينا advisor advisor و الجميع مرتبط فيها طيب خلي الآن خلينا نجد الاتوبيت التالية على سبيل التالية وكان ال instructor في عنده الاتوبيت التالية id وكان عنده name وكان عنده department وكان عنده telephone وكان عنده خلص خلينا نحكي عنده ايضا عنده name ايضا في عنده course وكان يكون عنده department ايضا department الاتوبيت التالية ايضا الاتوبيت التالية على سبيل التالية على سبيل المثال على سبيل المثال مالذي وخمسا عشر دقيقة حول العلاقة الثلاثية هاتى الى علاقة ثلاثية حول العلاقة الثلاثية هاتى حول العلاقة الثلاثية هاتى مالذي واذا عندك سؤال هستي؟ فائد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا حلول ان يكون تقريبا صحيحة مثلا علاء ستجد انه ي او او اخر انتتي و التكن يونيفرستي على سبيل المثال مثلا و التكن يونيفرستي الآن في عدنا ثلاث امور في عدنا طبعا فيتينا في عندنا الانستركتر وفيي هنا علاقة وفي عندنا all student فيي علاقة مع the university وفيه Project وفيه علاقة مع الـ University الان لاحظ شغله لو رجعنا لاحظ شغله لدينا على سبيل المثال الـ ID مشترك هو و الـ ID مع الـ Student ستكون لدينا موجودة في الـ University ID و Name لماذا؟ لدينا الـ Instructor و الـ Student و الـ Project يعني الـ Instructor و الـ Student يشتركوا على سبيل المثال الـ ID الان عندك الـ Instructor و الـ Project و الـ Student يشتركوا ايش في الـ Name يشوف بعد ايش فيه لدينا الـ Department نفس الشيء الثلاثة مشتركين في الـ Department اللي هو الـ Inspector و الـ Student هنا و الـ Project فاعدنا الان ايضا نخلي هنا الـ Department فيه شيء ثاني مشتركين فيه هذا حكينا هذا تمام وعدنا الـ Name باقي الـ Attributes اللي هي تكون نوكل خاصة ان رجعها مثل ما كانت يعني الآن الـ Phone الـ Phone رح رجعه للـ Instructor فخلص يظل خاص في الـ Instructor لكن نقلنا باقي الـ Attributes في الـ Unique وعدنا الـ Student وعدنا الـ Student وعدنا الـ Course وعدنا الـ Project وعدنا الـ Date وعدنا الـ Date وعدنا الـ وعدنا الـ ايش في هنا سؤال تحب يعني حتى تطبح صورة تحب انت ترسم العلاقة هذي هنا تحب اعطيك القلب و ترسم انت عادي معكماس الى على المابتوف معكماس يعني ليس في الموصة على الجمع سيستخدمها عالجم صعب نحن نحاول أسهم نحن نعرف هذا الحال يمكنك أن ترسلني بها ورقة ورسلني بها ورقة ورسلني بها ورقة اي ميالات ورسلني بها ورقة أعطينا بها ورقة وإن و عامiqueة تعالصت عليها و الاسبوع القادم يمكن أن نذكره في الوزن في الورقة وعاملني مثل صحيحة و إذا كانت صحيحة هذا الاسبوع القادم يمكنني اكتذلك مع التعليقات اهee اغريغاشن لا اغريغاشن نوع وضع ثاني الاغريغاشن موعظ ثاني اذا قضوا الاغريغاشن يوم وضع ثاني انا طبعا طبعا ها اللى سوناه находى هو نفس الحكية اللى عكtiناه بالل encontGy يعى إذا تكلم على conituation ما بين term sensitivity و binary هي هذه الطريقة نفسه نفسه بس بالسلايب استخدم رموس هنا لا اخذنا مثال 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 لايب حي لكن اذا مادئ اذا قادرت فهذا لا يعني موضوع ثاني مثل ما حكيتك اذا تحب انت ممكن تصمع ورقة وتصور ليها وتبعط ليها يعني يعني يمى وش الفتية ها ما عندك مشكلة ان شاء طيب حد عندك سؤال على موضوعنا حد عندك سؤال ان شاء الله تلع طيب طيب لكن ان شاء الله الواضح اسم ان شاء الله تعالى إلا بوافة بالتوفيق إن شاء الله السلام عليكم